خلالك أيضا رسالة لدولة الرئيس سيد دولة الرئيس أبو مصطفى المحترم عندنا مثل يقول يبيع الفرس ما يتشلب بالجلال أو أنت اليوم جاي تكشف الحرام والحرام يصاحت عليه الصيحة واليصيح عليه الصيحة ما إلى جبيل ولا واحد يدخله بدار أنت تيد تقرر أن يعترض تلزم الباب لو الصيحة تقوله ام تعالوا طبه شلوه هذا هو وأقلامه وأوراقه بره للسجن أقضع للقانون زعيم رئيس كتلة جايب الذب من ذياله قبل للقانون لأن انت رئيس وزراعه وأنت تقود العراق وما تحترم في المجلس ولا ينفذ لك قرار والله أسحق على راسح الحماية جيبوا ودوا للقضاء وسوي لمحاكمة عادلة أمام كل العراقيين شلوه جايب لك حرامي والدافع عن حرامي وتديشيل حرام السين وتطيني الحرامي صاد وأنا رئيس وزراء العراق أسيلك أخلي الحماية يسح لوك من رجليك إلى باب منجلس القضاء تسمع دولة الرئيس ما ما تسمع وهؤلاء الحرامية اللي تكشفهم من خلال وزراءهم دوس على روسهم هم وأحزابهم سيد علي البياتي لا حول الله هم وأحزابهم من خلال وزراء العراقيين أحزابهم من خلال وزراء العراقيين حصت ما تتخلفه شنو منت أنت شنو حصتك بالعراقيين أنت منو أنت فاسد ابن الفاسد ما كو أحد لحصة العراقيين إلا بالشرف بغيره ما لحصة